بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ قصة عن اعصار يدمر المباني ويقتلع الاشجار من الاثار التخريبية التي خلفها الاعصار لذا تسبب الاعصار العنيف فاتدمير العديد من المنازل في الشوارع اضافة الى اقتلاع الاشجار وتقطيع خطوط الكهرباء وهدم المنازل والخراب والدمار الذي خلفت الاعصار المدمر وكان قد تعرض عدد كبير من المنشأة والمنازل لضرار بالغ جراء الاعصار المدمر لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وذلك فضلا وليس امرا ليسلكم كل جديد لكم منا اجمل التحية والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته